انتبهوا لا شيء بعد يا باش مهندس برغم فوز الاهل اتنين صفر. هو لا شيء بقى. اه. هو هو يعني اه اه تخريجة حلوة لقطة حلوة في مشوار. اه. لكن مشوار لسه ملمسش الخط النهاية. اه. عندما تلابس خط النهاية تلبس طاقة البدر او طاقة الورد. اه. لذلك انا يعني لما شفتون بلبسوا بقات الورود في المطار اتقفلت شوية. اه. اه. بدري. دي مش اللقطة. مش لما اعمل اللي علي تلبسني ورد. اه. مش لما ربنا وفقني تلبسني ورد. لما ارفع الكاس اعمل اللي انت عايزه. كلنا طبعا في حسن نية. مقدم الورد كترخيره. يعني بيعبر. فرحان. لا بيعبر انه عايز اعمل واجب. اه. وهو كترخيره. لكن انا بالنسبة لي حاسيت انها مبكرة. دي معادها لسه قدام شوية. اه. انتبهوا لا شيء بعد. وزي ما المهانس عادلي قال انت ما عملتش حاجة. انت لعبت مباراة في جولة الزهاب. فزت فيها تنصف. بس لا ولا حاجة. بداية جيدة. البداية كويسة. اه. اه الرصيد جيد جدا. الوضعية زهابا مشجعة جدا. الجهد المبزور رائع جدا. الانجاز اللي تحقق يمكن البناء عليه بقوة. محترم. ولذلك الانتباه هنا ضروري. عايز اقول لحضراتكم الفريق خد اجازة من اول ما جيه انبارح الساعة تسعة الصبح. ريح من التمرين انبارح والنهاردة. بكرة ان شاء الله تلاتة. التلاتة ساعة اربعة العصر. الفريق هيبدأ تدريبه. جهاز الكرة بقيادة الكابتن سيد عبد حفيز يبحث. دخول معسكر مبكر. تعرفين المباراة ان شاء الله تعالى يوم الجمعة. الطبيعي انه بعسكر ليلة المباراة يعني الخميس. لا. ربما يتم التنسيق مع المدير الفني مستر بيتسو موسماني. على الدخول مبكرا يعني الاهلي عسكر من يوم الاربع. ويمكن ده. لهذا الهدف. ويمكن ده اللي خليها ايه ده النهاردة اجازة. اه. يعني هو عشان بقى ايه حنقفل عن نفسينا بقى بدري شوية. اه. وده ده العقل يقول كده. اه اه او خد بالاسباب نرجع تاني. اعمل عليك. عشان ما يقولش يا ريتنا عملنا. اه. فانا انا اعمل اللي عليك بالسمرار. انت لما روح مبكر في 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 المغرب كنت بتاخد بالاسباب. ايه. اه خدت معاك الطباخ بتاعك كنت بتاخد بالاسباب. خدت في جهاز طبي برئاسة المسؤول الاول عن اه الناحية طبية دكتور محمد شاوي معاك. عشان تطمئن ان يبقى فيه اشراف على اعلى مستوى. اه? في المروتوكول الصحي. ايوة. ام. كل حاجة انت بتاخد بالاسباب. ام. عشان ما تقولش لو كنا عملنا فهي دي النقطة. خد الاسباب وربنا بيوفق باذن الله. لان اه محدش يقدر يقول بكرة هيحصل ايه. لكن قادر اقول لك. اعمل اللي عليك عشان باذن الله الى حد كبير وبنسبة كبيرة ما تفجأش بسؤال مش عارفه. ام. زي اللي بيخش الامتحان مذاكر. بيخش مذاكر لكن مش عارف هياخد كم في نتيجة الامتحان. ازا هو ده الهدف وهي دي الرسالة ارجوكوا تابهوا. الفرحة كانت مهمة جدا. الاحساس بالناشوة لدى الجماهير رائع جدا. السقة لدى اللاعبين مسألة مهمة جدا. ايضا التقدير لللي بازلوا او لما بوزل من بيتسو موسماني وجهازه الفني مسألة رائعة جدا. الترتيب الاداري من قبل الكابتن ساد عب حفيز والجهاز الطبي كانت امور كلها رائعة جدا. كلها كانت اخزم بالاسباب. لكن لا الشيء بعد. للاهل تأهل. للاهل وصل النهائي. ولم يحسم الامر بعد. كل الفرص موجودة. ومن ثم احترام المنافس والاخز بالاسباب في مباراة العودة بكل التركيز يوم الجمعة ان شاء الله. حتى تكتملوا الصورة ويبلغ الاهل النهائي باذن الله.